السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل أكلة حلو كتير سهلة وبسيطة ومكونات إن شاء الله رح تكون موجودة عندكم في كل بيت مكونات سهلة وما بدها إشي وطريقة كتير إن شاء الله كمان رح تكون سهلة لأول مرة بشوف قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك شان يوصل لأكبر عدد من الناس حبيت أسويها أكلت حلو باردة وزاكية كتير بالصيف تغنيك يعني إنك تشتري البوزة طعمها كتير كتير طيب إن شاء الله رح تجاربيها وتعجبك إذا جربتوها اكتبوا لي بالتعليقات كيف طلعت معاكم وإذا بتحبوا تصوروا لي إياها كمان بسير حطينا بالجبت أول إشي بننبلش بالجلي حطيت كاسة إلى ربع من المي خليتها لتغلي وبعدين حطيت باكيت الجلي عليها بحركها منيح لحديت ميدوب الجلي بعدين بجيب كمان كاسة إلى ربع من المي العادية من الحنفية وبحطها وبط فيه فورا وبحطها ببايركس أو بصنية أو بقالب تشيز كيك زي ما بتحبي إنتي حطيتها بالتلاجة 3-4 ساعات لحديت ما جمدت وطلعتها وبدأ حط عليها طبقة بسكوت ممكن تحطي طبقة أو طبقتين زي ما بتحبي إنه البسكوت يظهر مع الأكلة الحلو بنحطها عجنب بنجيب لنعمال الكريمة حطيت كاسة من الكريمة مع كاسة إلى ربع من الحليب إحنا دائما بنعملها كاسة بكاسة بس عشان بديها برضو جامدة حطيت كاسة إلى ربع بجيب جبنة أو أي نوع جبنة عندي أو إذا مش موجود عندي جبنة بنحط علبة قشطة برضو بسير وبتعطينا طعم كتير زاكي ممكن جبنة وقشطة برضو مع بعض المتوفر عندك ممكن إنك تحطيه إذا مش متوفر لا جبنة ولا قشطة ممكن إنك تستغني برضي عنهم يعني ما في يعني أي صعوبة مش موجود عندك قشطة ولجبنة أعمليها بالكريمة لحالها بس بعد ما خلصنا الكريمة بدنا نحطها على البسكوت بنساوي سطح الكيكة مضبوط وبنحطها بالتلاجة بعدين نرجع على تزينها تزين هذا برجع لإليك شو بدك تحطي على وجه الكيكة ممكن عفوا ممكن تخليها سادة بدون ما تحطي على هاي إشي أو ممكن تحطي عليها شوكولاتة بتسيحي شوكولاتة بتحطي ممكن تحطي عليها الكرامل برضو برضو زاكي ممكن تقطع إذا في عندك فراولة تقطعي فراولة صغير صغير وتحطي على وجه أنا في بدأ أحط بسكوت حبيت معها كتير البسكوت طعمها كتير طيب طحنته مش ناعم كتير ليكون هيك طعمه مبين وبدأ حط على الوجه في عندي شوية كريز كمان حطيتها زي ما بحكي دايما التزين برجع إليك وشو بدك تحطي بتحطي وهاي وصفتي إن شاء الله تكون أعجبتكم وصفة بسيطة وخفيفة ما بدها إشي وما كلفتنا إشي زي ما شفتوا وبس وصفة كتير كتير إن شاء الله رح تعجبكم وهيك خلصنا إن شاء الله بكون الفيديو خفيفة عليكم بحب أكون دايما ضيفة خفيفة ما أتقل عليكم وصفاتي كلها سهلة وبسيطة وإذا بتشوفوا كمان مش كتير بتطول عشان ما تأخذ معكم مقت ويعطيكم ألف عافية